بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوى جديدة مشيوات ام شمس كنتمنى تكونوا في احسن حانتو ما قد تشاهدوا لفديو تليوم اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد صبلي كيجي رائع بدون زيت وبدون بيض نتيجته رائعة ما كيتقلص ما كيتبتليه شكل مقرمش والديد وكيبقى مقرمش مدة طويلة فاليوم ان شاء الله غنشوفوا جميع التفاصيل غنشوفوا شكيلة زويني دي الصبلي ما تخلوش عليها بتشجاعتكم اراءكم تعليقكم رائعة لايك الله فيديو اكيد لي كيش ججعناه هو واحد البطارتاج لها الاصحاب الاصدقاء والعائلة ونمر مباشرة لمكونات طريقة التحذير فكان احتاجه 250 جرام دي الزبدة وهنا استعملت زبدة البواطة قبيصة الملحة معلقة صغيرة من الفاني وعندي هنا النكهة دي البيسكوي ضفت منها شوية وكان ضيف 125 جرام دي السكر غلاسي مع معلقة كبيرة دي اللي غليكوس بالنسبة للغليكوس عفوا نراه ضروري في الوصفة لانه هو اللي كي يعود لينا البيض وتيج معلينا لعجينة وكيجينا مقرمشة كان نخلط هاد العناصر هادي وبالمناسبة فهاد الصبلي ضغية ضغية كي يوجد وما تخافي لانه كي يلكتيه لاتشي حاجة لانه جدا رائع فهنا ضفت معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة محمر في مقيلة وضفت كذلك معلقة كبيرة ديال لوز مقح محمر بالقشرة دياله ويعني متحون جيدا هاد مجوج معلقات سافة كي يضيفوها كإضافة للعجين أكيد وكي يعطيه واحد النكهة خطيرة بززاف الحليوات ديالكم وحتى لا بغيتو هكا تضيفو سر الحلويات أو الحلويات في الحلويات أنا ان شاء الله غادي نحطو لكم كتضيفو منهم معلقة حتى الزوج دي يجيتها هو غزال غزال بالسف فهناك بما اشتوا معايا كمضا نضيف الطحين وأنا كنخلط تنعجن العجينة ديالنا بهذا الشكل هذا كنعجنها مزيان وما كنخافش لأن هاد الصبلي فهو راه مختلف فما في الأول كي يجيكم مع عجين خفيف راه كي يجمع وكي يجي يغزال من ذاك الشي هنبقى نضيفو هكا فرقين مئة الطحين اللي غنقول لكم حتى كنحصلو على العجين اللي كي يكون هكا قاسح ماشي كي كنقول لكم فصاب لأنه غيت شوفوا بقاش كيتلصق لكم في اليد لها فهذا شوفوا معايا كي يكون شد في راسه وهذا هو السر ناجح دياله فحتاج جيت في هاد الخليط 570 جرام بالضبط ديال الطحين أبيض خاص بالحلويات هنا كي ماشتو معايا دون جمع العجينة كتكون قاسحة كي ماشتو شد في راسها ماشيت ما قاسحة ناشفة هنتو مرض شد في راسها مزيان قسمت العجينة ديالنا على الجوش هني نفتح كلها نص هكا نص الأول هنفتحوها بجوش بلاستيكات وكترققو على الشكل اللي بغيتوه بيتو تعملوه يعني طريقة تقليدية وحدا كصاب لجوش حبيت وحدا فوق وحدا ممكن شوفوا معايا راني رققتوه مرققتوش بزاف تاني لانا عندي ريال حبا وحدا ما عديش اللاصق وهنا را غادي انطباع الشكيلات اللي غا نوريكم غا نخدم بيهو ما نخدم بهذا اللي اوفال هذا اللي تا هو اوفال بهذا الشكل الشكل هكا ديال الورقة هاد الوريضة هادي يعني كتخدمي بالشكل اللي حبيتي ما كتطفيلة طحين لوالفتحية ما بيجوج بلاستيكات بنفس الطريقة والمقادير المكونات يكونوا مضبطين شوفي لعبي به كيب غيتي ما كيتقطع ما تيت بدل ما تتشي حاجة هذا واختكني اول مرة غتيت عملي الصاب لي غا ينجح لك وغا يجيك رائع ما فيكش كسور ما فيكش تهراس ما فيه تشي حاجة رائع جدا تقرميشة دائمة وتيجي صار حغزة من بعد ما كان طبعو كان عملو في عملتو انا في طاف طاوة دخلتو فران عافية مهيلة كسخون فران طبعية الحال كيكون سخون مزيان كان نقصو كان بعضو على النار وكان خليه حتي بل يتحمر من تحت الجوانب عادي ساعة كان حمرو من الفوق كان خرجو وريدكم هنا غي كيمية قليلة لانا باقي هنا كان طيب الصاب لي غي باش نكمل هاد الشكيلات هادو نكمل ان شاء الله تشكيلات الاخرين فكان اخد هنا تعليكة اللي كانت عندكم فانا كان عندي هنا شوية تعليكة لكا عامل ضفت على شوية دي النيس لكا عامل حكا باش تكون عندي تعليكة كثيرة ما بيش نعاود نعملها لانا فيت عاملها معاكم صافي وكان بدل الصق هنا كوكا والصغير بعض الشرخة دي النيس سوف ندوز هاد الحبه في المشكلات هنا استعملت خليط ما بين الشوكولاتة بالحليب وهو الشوكولاتة سوداء ممكن تستعملو علي الغيب هذه شوكولاتة ماكان حتيش يشكلني ولا انا غير يعود السيء لانا بيتج حاجة كبنينة قطعة مسب surgery covid when teaching everything is really cool وصافي يكون الشوكولات أو الشوكولات يكون حقيقي هذا ماكان طيب ماكان ماكان انا اباagna حتي بتستعمل عبتى سطف Κولاتة ويجين زجيم انه بالخليص هيدaction كندوز الحبات ديالي هكا في الشكلات فكي يجي هدك هدك الكوكاو او الفول السوداني كي يقولوا ليه يعني يا اخوانا اخوانا هكا العرب ولا المشارقة فكي يجيب حل هاد الشكل هادا هكا غزال هكا من الفوق بنسبة للشكل الثاني هنا نعملوا النوقة عندي خمسين جرام ديال السكر الساني ده كنضيف علها نفس العبار زبدة حيوانية وكنضيف كذلك نفس العبار غليكوز يعني خمسين جرام سكر خمسين جرام زبدة خمسين جرام غليكوز عملتوا واحدة وخمسين عملوا واحدة وخمسين في كل شي مهم نفس العبار كان اخدوه بين زبدة وسكر وغليكوز كان عملها فوق نار اللي كتكون متوسطة في الاول حتى كتدو بذيك الزبدة هفون وكتبدي تعمل فوقاعات اللي غادي تشوفوهم معايا فكي يخصات غلي جيدا باش هدك الخليط كي غتشوفو معايا كي يتقال كي يقولي هكا بحل حسل حلة معلة كانتو ما الفقاعات مكيبقى شيف الجواني بدية الكسرونة كي يقولي ويعني كيدخلو الداخل كتباليك الكسرونة كلها عمر فقاعات بحل هات الشكل وكي يكبروش شوية مكيبقوش صغي وورين صافيتما كتحركي مزيان الخليط ديالك وكتضيفي اي نوعية مكسرة بغيتو تضيفي شوفان بتي تضيفي كوكو مهر مش كوكو ايفيلي اللي بغيتي انا هنا حبيت انا نعمل هاد النقا باللوز ايفيلي فكنت عاملة معاكم النقا كي مشتم معي بطريقة بسيطرة هي هادي وناجحة مليار في المئة ضفت معاها شوية كذلك ديال الزرعة اللي ملونة وكذلك العادية ديال نور الشمس وضفت واحد شوية ديال فواكه المعسلة هي باش اعطوني هكا لون فحسيت ان ما النقا عندي ما فيهاش الوين زوين فضفت شوية ديال فواكه المعسلة سافي كان اخذو لي مول سيليكون ديالنا كان حاولو نوضعو فيهم القليل فقط من هادي النقا وكان دخلوها الفراني كي يكون سخون كان نقص عليها 150 درجة انا صراحة كان نشحل عليها من فوق ومن تحت غي كتباليا بدأت كتبخ يعني كتتاخذ الشكل ديال المول كتباليا تدهبت كنت تفعلها لانها كتبقى مازال تحمر مع راسها سافي كان اخلي واحد تكت برد تماما عد كنزولوها كان اخوض هنا الصابلي ديالي اللي هو على الشكل دائري كان اعمل فيه شوية ديال التلصيقات ديال كغامل مع شوية ديال كما كتلكم خلطة مع نسلي كغامل كان بقى عندي سافي وكان لسقوه على هاتشكل كي يجي شكل زوين بريستيج ببينين بلا قيز فهد النقا كدجي مقر مشا من على برا ومعلكة من الدخل سيجربوها بعد طريقه راه كدجي خاطيره بزاف ولديده بالنسبة للشكل الثالث فاخديت هنا شوفان كراميلي زي راه كتعاملها معاكم بطريقته بسيطة يعني هتي تزين الصابلي صراحة خصو يوجد قبل يعني انا صراحة قبل ما كان نبدا نعجي نفي الصابلي كان وجدت زين ولو ولكنت انه منه لانه صراحة كي ياخد ليد اما ساولي راه طبيعه طيبه يعني وفي نهره ماشي ايش كي لكن كل شي موجود فهنا بنسبة لهذا دي الشوفان كندهنه بنفس الطلسيقة وكنحاول انني نعمل ذاك الوجه كله نعمروه بذاك الشوفان كراميلي زي على هات الشكل كي يجي المنظر ديالي زوين في الاخير غادي نعمل من فيه او هكا من الفق غادي نعمل خطوط ديال الشوكولاتة غادي لي بقات عندي مدوبة كنعمل هكا خطوط وكنخليهم ينشفوا كي يجي المنظر ديالي زوين وكي يكون صابلي ديالي كي مشتو باشكال زوينة سهلة في التحضير ماشي صعيبة وكي مشتو معايا هات صابلي هادره ناجح مليار يعني مليار في المئة بزاف منكم دخلوا عندي بهو صابلي ليكون هكا بلا بيض بلا 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 زيت وتكون وصفة ناجحة فرح كنت عملتها معاكم عشان قوليكم ده برا هدي شي يعني واحد سنتين كنت عملت معاكم صابلي ديالي ما حتى هو ما كيكونش فيه البيض وحتى هذا يعني يعملوا واحد دجال اللي ناس كلهم كي يدويوا عليه فرح صراحة يستاهل انه وصفة زوينة بزاف ناجحة هكا حتى المبتدئين ولي بغي يعملوا الزيت والبيض رح ممكن يعملهم اكيد فاته واحد ما كان بزع لي شي حاجة غير هذا را كي يجي كي مكلكم وما كي اعطاش كمية كبيرة بحل الاخر ولكن را وصفة ناجحة فهنا هاد الشكل هادا عملت فيه الموتيف ديال الشوكولاتة بعيد مبارك بهاد الشكل هادا وممكن تعملوا الموتيف اللي بغيته فالطريقة انتم ما شتوها معايا في الصورة المصغرة كيفاش صوبت هذا كعيد مبارك سوف تسقطها بنفس الطريقة بنفس التعليكة وفي الجواني بعمل شوية ديال اللوز اللي عندي محمر بالقشرة ما فيش القشرة وكان نحاول اني نعمر دوك الجواني بتيلوريطة كذا ممكن انكم تلصقوها بالمربة اللي كتغليوها مزيان مزيان حتى كي يزولوا من نوذك المال اللي كي يكون زيد فيه كذلك ممكن تستعملوا كاتل الصرقة ممكن حتى شي اشكال هادو مشكلات اللي عملت معاكم نتمنى ان شاء الله ان الفيديو تعجبكم ان شاء الله الفيديو الجاه هتكون تاتيمة لان الفيديو اولا الصابلي الخامس اولا الصابلي بالعقدة في بعض التفاصيل اللي ضروري انكم تعرفوها باش ينجح معاكم من اول تجربة بل لان هاد النوع دي الحلويات اللي هي تقليدية وبريستي شي حاجة لراقية بزاف اللي كي يجمع بابين الصابلي القرمشة ديالو والتعليكة ديال العقدة اولا ديال لوز هتشوفوا معايا بجميع الاسرار ديالو باش تحصلوا هكا على واحد الحليوة اللي كنقولوا عليها حلوة لينهر الكبير وتعطيكم نتيجة زوينة زوينة بزاف يبقوا معايا الاخر الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل ديال هاد البتيفور كيجي معلق صابلي اللي كيجي بريستيج بيمتياز اه شي حاجة لديدة بزاف ومغايرة وكنتمنى ان شاء الله انكم حسنتم ما تفرحوا بها كالعائلة والحباب بلا ما نطور عليكم شو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير فبالنسبة لعدل عقدة اولا هاد البتيفور اللي بدنقولوا ديال لوز كانحتاج فيه ميتين وخمسين جرام ديال بودرة اللوز كانضيف عليها مية وخمس وعشرين جرام ديال سانيدة انا هنا سديدة راني طحنتها يعني خديت اللوز في السخطو خليتو نشوفوا واحد ربعات سواع حتالي لكام ليلة كالجو بارد وطحنتوا ببوحدو في الالا فاش كانتحنوا القهوة هكتتحن اللوز مزيان كذلك خديت مية وخمس وعشرين جرام يعني نصف الكيميه ديالو خديتها سانيدة وطحنتها هناك ناخد لها شواخ كان نعمل فيها اللوز والسكر سانيدة وكانضيفه كذلك الفاني وكانضحن كل شي كي ما اشتو معايا حتى كي يعني تي نساجموا العناصر من بعد كنضيف معلقة صغيرة ديال زبدة ممتازة نصف معلقة صغيرة منك هات البرتقال يعني عيشوية وجوج معلقة صغيرة مملوئين مزيان من مربة ديال المشماش يكون نوعية جيدة يعني يكون معلقة ماشيدة لكي يكون جاري إلا ما كانش عندكم خاص بالحلويات ممتاز فاضيفو ناكل ديال الاكل العادي وكانضيف هنا زوج معالق كبار ديال مزهر هات العناصر كلها كان نعملها في العشواخ وكان نطحن مزيان هكي ما اشتو معاي كنحاول نخلط العناصر كامل عكا حتى كتباليا هكا نساجموا هاد المكونات هادو بطريقة هكا مزيانة بالنسبة للنجاح الوصفة فضروري انكم تكونوا اللوز طحنينه مزيان يعني يكون بودر باش منين بيت بيو تخرجوه لتبوشيوه ما يقعد بكمش سافي هنا خديد بيضة وحدة كاملة بيضة وحدة تنطربها على جنب بوحدها وكان بدا نضيفها على الخالط غيب شوية بشوية كتضيفوه شوية لك انتو اول مرة هاتعملو هاد المتفوت اللوز ضيفوه شوية وطحنو وعاودو تاني باللي يكون بقي ناشف عاودي ضيفي شوية المهم خاص انتو ما شوفو معي الخالط كيفاش خصو يكون انه هنا راح محتاجي تشفي كيميات البيض كتيرة يعني هاديك بيضة هانتو ما تقريبا استعملت نصها احني كان نضيفو هاديك البيضة غيب شوية ما تجوش وتكبوها كلها نضيفو النصف ديالها على هاد العناصر اللي كتلكم ديال رابعة رابعة فون ديال لوز مع نص رابعة سكر راح هانتو ما كتبقى تحنو في ذاك الحشواء شوي بشوي حتى كيباليكم الخالط تعلق هانتو ما ولا اغزال معلك هانتو ما ما جاريش ما تيسيحش شاد فراسو هانا الوصفاره ها ناجحة جاك جاري راح ما كيجيش لبتيفور زوين جاك اه تاك الخالط كيباليك انه ناشف كذلك ما كيجيش زوين خصو هاك يجي معلك كان عملو هاكا في بوش كي ماشته معايا وكان اخد السابلي اللي غادي نبوشي فيه بنسبة للسابلي راني عملتو معاكم فيديو سابق هادا اللي ما فيه لا بيض ولا زيت هادي الكيميا اللي اللي كان طابت فانا هنا كيميا خليتها بيضة هاكا طيبتها نص طيبة هانتو ما هاكا صفيفرا خليتها ما حمرتهاش هادي اللي غادي نعمل فيها هاد اللي بتيفور او اللي غادي نعمل فيها هاد السابلي بالعقدة كان اخد السابلي دينا كان حطو وكان حاول نعمل وريضة كان حتى غير ذاك البوش الوسط وكان حاول نفرغ يعني نضغط على ذاك الحشوة ولا ذاك العقدة تخرج هانتو ما من بعد كان نضغط لداخل وكان ندور هانتو ما تيزول بكل سهولة طريقة بسيطة سهلة كما قلت لكم اخا تكوني اول مرة غادي تعملي هاد الحلويات هادو غير هو هاد العقدة ولا هاد البتيفور او لا ديال اللوز فما تضغطيش على البوش من الفوق فكتضغطي على ذاك الشي اللي غا يخرج لي بغيتي تقريبا يخرج باش ميتر تقليكش البوش لاناني انا كما تشتو معي مستعملة غير البوش ديال بلاستيك فى كبوش كان لديه كبوش ديال اللي كيكون ديال طوب راهم زيان سافى هننقه مستمرة ممكن ت Fruit through therophe تمامو ممكن تعملوا الوردة تقلييد هي اللي اخر كيا طيب الحيواث جيب Lupا تع accurately support followed by rosmalite 結 ve dvoodoo نكمل من نصف طريقه حتى نعمل كيميات صاب لكلها سوف نخرجه على شكل بتيفور سوف نخرجه بتيفور ناجحه مره مره حاوله تمسحه السنينات البق باش الورده تخرج لكم دائما مقدم اللوز يكون تحون بودر يكون اما تحناه في البيت او لشريته بودر نوعية ممتازة لكي لا يكون هكاك محب ويقعد بك في هذا يقعد بك فاش تكوني كتبوشي مو يمكن استطبر من نفس الطريقه وفي الاخير فاش كان سهلي كناخد انا ديك البيضاء اللي كتبقالي كم دا نعمل فيها هكا هاد الملعقة ديه اللي عسل وكنحاول نشكل حفر فسط من هاد البتيفور هاد اللوز هادا كنحاول هكا نعمل حفراء هكا في الوسط باينة فديك البيضاء ما كتخليش هاد يتلصق وكيجي احتمع اللي كتب من الداخل هنتم به هاد طريقه اهنا الفران ديهنا كنسخنوه من قبل عو تاني اولا كيكون باقي شاعلي لك انتم بازلت الطيبو السابلي الفران تكون سخون كندخل البتيفور ديهنا ولا هاد السابلي معمر به هاد الشكل عافية كتكون هاد المرة فوق وتحت وعافية مهيلة كتب اللي يصاب لي تحمر وكنخرجه ما تخليه وش مدة طويلة باش ما يشوف لكمش البتيفور اه بالزربة وكيولي اه قاسح من الداخل فرا خاص كما قتلكم انا خليت صابي راه طايب بقات لي عدك التحميره الخفيفة لخرى صافي هنا غادي تحمر بسرعة مع هاد البتيفور يعني تقريبا واحد سبعة حتى تلعشرة تقريبا كتير رقع ضغياء ضغياء كي يتحمر صافي وكن نخرجه بالنسبة للحشوة اللي غالي عمل في هاد الحفيرة من بعد ما كي طيب مطابعت الحال فاخديت غير مربة ديال حلويات نوعية ممتازة كيكون معلك كان نغليهم زيان فوق النار حتي كي يولي معلك صافي كان عمله في بوش بلاستيك غذائي وكن حاول نعملها شوفوش هالمعلك يعني رات ينزل تقيل صافي كان خليها فوق من هاد الحلوه حتى يبرد وكن نقدموها بصحة وراحة راه ما كي يسيح ما كينزل منها متى شي حاجة كيف ممكن انكم تعملو كما تلكم طريقة المعتادة ديال غليكوز وناباج ونكها ديال بورتقال كذلك ماشي ايشكال هذا هذا البتيفور ديالنا حتى صاب لي بالعقدات اللوز كي يجي رائع كي يجي خفيف كي يجي معلك يا سلام غير جربوه راه ناجح مليار في المئة فهادي اللي عدين اللي بقتلي خرجت على هاد الشكل شوفو كيف ناجحة بالقياس بنفس الطريقة باشطيبته فما بقليلا نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة ولا تجاعتكم للاختكم غير دائما كنقول لكم نتابع الملاحظات اللي كنكون في الفيديو راه مهمة جدا جدا فكما كنقول لكم ما كنبغي ننسى حتيش حاجة بعد الخطرات كنطول فيديو غير باش منسى تحاجة ويكون عندكم جميع المعلومات كل فيديو فشكرا لكم على حسن المتابعة والاختكم كانت معكم ام شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ونيك موسيقى موسيقى